ننتقل بقى للنوطة التنة اللي هي المواطن المواطن عايز يحس بكل الأرقام والنسب اللي احنا بنقولها فويجي يقولك طب انعكاز ده على الأسعار يا جماعة أنا لس كنت متكلم قلت يا جماعة أنا أظن وأتمنى أنه يكون ظني خاطئ بتمنى يعني أن احنا نقدر أن احنا نخفض الأسعار في الأسوأ إذا كان فيه رقابة حقيقية أو متابعة حقيقية والسد المحافظين بيتزيلوا كل يوم والضربة بيقدم الحديد على أي محتكر أو غشاش أو لص أو 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 شهر هتلاقي أسعار الأكل والشرب كله نزل 25% على الأقل هو فيه فعليا المجهودات بتتم في الإطار ده لكن خلينا نقول برضو أن فيه نقدر نقول حالة من لو احنا كلمنا على أسهر الأسلاح الاقتصادي هو فعلا معترف أن الإصلاح الاقتصادي عمل تأثيرات سلبية على اقتصاديات الأسر الإصلاح الاقتصادي إحنا ابتدينا في مشروع بنحاول نصلح فيه الحل الاقتصادية للدولة كمان إحنا دخينا نقدر نقول مبالغ كبيرة جدا عشان نعمل البنية التحتية وخلينا نتطرق للبنية التحتية بمنظور مختلف جايز الأعلام ما بيتناولهوش بشكل كبير هو البنية التحتية دي لما بتتبني هي بتحسن حاجة اسمها جودة حياة المواطن لما المواطن بدل ما كان بيستهلك ساعات في أنه رايح الشغل وراجع من شغل أولاده رايحين من مدرسة راجعين من مدرسة مرهقين الحياة بتبقى يعني بتبقى عصيبة جدا بسبب مشروعات الطرق بالذات اللي أحب أتكلم فيها لما يكون مش متوفر عنده مياه حلوة والصرف مش موجود وده بيقدي بيقدي الأمراض إحنا كلنا عارفنا زي الكبد والفشل الكلوي حيات مختلفة لما بنتكلم عن جودة التعليم والمدارس بنحاول نطورها لما بنتكلم عن ريف في حوالي ستين مليون مواطنة أو أكتر كانوا يعني نقدر نقول على مدار التاريخ مهملين تماما وابتدينا أن احنا نروح لهم عشان نعمل كل بنية الأساسية اللي كانوا محرومين منها احنا بس يعني لو هنقول بالأرقام أن 25% بس من القرى هي اللي كانت ده صرف صح والباقي مؤتمد على نظام الترنشاط القديم أقل أو أقل كمان مصرح أقل وهنتكلم أن شبكة الكهرباء رغم أنها ممتدة في كل القرى لكنها تعتبر الكهرباء المكشوفة اللي هي بتبقى متعلقة في أسلاك فوق الشوارع كابلات الضغط العالي دي ولو قدر الله أن ده بيبقى في حد ذاته خطير على الأسر الموجودة وعلى أطفال لو بنتكلم على كل حاجة حوالين المواطن الريفي ده اللي هو أغلبية شعب مصر احنا رحنا له طب ما كان ده له تكلفة تكلفة أن احنا بندفع فلوس الفلوس دي جايز بتنعكس في أسر الإصلاح طب هنتكلم بقى الأكل والشرب وأسعار وغالية فعلا فيه تحديات مختلفة بدنا نقدر نقول أنها بتعمل زيادة لحدة الموضوع الأعلام على أي شيء حصل إيجابي في مصر وأنا في رأيي هي أكتر مما ممكن من اللي ممكن إحصاؤه اتكلم وقاله وصور وعمل تقارير إضافة إلى أنه المواطن زي ما أنت قلت كده هو بيلمس ده بشكل عام بشكل يومي هو اللي بيطلع على الطريق وهو اللي بيشرب المياه النظيفة بعد ما كان بيشرب مياه عكرة للأسف الشديد هو اللي أصبح فيه عنده صرف صحي محترم بعد ما كان ترنشه حاجة يعني تدايق جدا إلخ إلخ من أمور كانت سلبية يعيش فيها ظلها للأسف الشديد المواطن المصري فده حياته تغيرت عشان كده أنا كنت أقول جزء من الإقبال حتى على الانتخابات أن الناس مش شافت في الإعلام ما حدث في تسع السنوات لا الناس لمست ده في حياتها اليومية طيب هنا هرجع يمكن بخلاصة ما من أستاذ محمد عشان أنا عارف حالا هقولي الوقت خلاص فإلحقني قبل ما يقولوا لي الوقت الخلاصة أن الدولة المصرية حقعت خلال الفتر الماضي إنجازات كتيرة نسعى أن هي تستمر هذه الإنجازات ونسعى أن الحروب تنتهي عشان ننتهي من سلسلة التحديات الصعبة مع أن في كل تحدي فرصة وإحنا بنحاول أن نستغل كل الفرص اللي بتقطينا هقول بس حاجة للمواطن المصري أن الحكومة هي مش بتنساه هي على طول عاملة برامج حماية اجتماعية بمناسبة الأسعار رئيس الوزراء ألف آخر خطاب لي إنه هيتم تباعة الأسعار على السلع ودي خطوة مهمة لأن كده خلاص سعر المنتج بقى معلن ومعروف لدى الجميع وهنا دول الوعي لدى المصريين واللي إحنا عارفينه أنه هو عادي أنت شايف محمد أنه طباعة السعر على المنتج كده هي الفيصل والقرار والفصل وهو ده اللي مش هيخلي الناس تزود في السعر أنا هروح السوبر ماركت وقوله مكتوب على علبة اللبن مثلا خمسة وتلاتين جنيه وقولي والله حضرتك أنا ببيعها باربعين وعمل لي كده وقوله طب أنا مش هاخدها أربعين وقولي برحتك حضرتك خدها من حد تاني وأنا لو ما بروحش أشمع للرجل المحل وغرامه غرامه أتعوره مش هيلتزم ما هنا يجي دور الوعي المصريين إن أنا مش هشتري منه ده واحد رقم تلك هبلغ عنه ما هنا في عايز الحق لا أنا مش هشتري منه وهبلغ عنه حلو جميل بس لا لو ما فيش رقاب بننزل نطب على الراجل ونخش ونعمل انسبكشن وبص تمام طب تعالي بقى لو أنا مضربتش بإيد من حديد مفيش علاقة تتغير الخطواتين مع بعض مهمين هنا هنا بلزم المواطن المصري إن هو لازم يكون بيساعد الحكومة وبشرقه في القرار معها إن هو لازم يعني هو عنده الوعي الكافي إن هو يعرف إن هو يتعامل مع جشعة التجار وفي نفس الوقت الحكومة المصريية هي بالفعل بدأت تاخد في إجراءاتها في إن هي بتنزل بتضرب بيد من حديد لكل يعني من يحاول يعني زيادة الأسعار أنا أقدر دماثة الخلق